ترقب وحذر في الشارع السياسي العراقي بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية زينيسكي يقول أن الوضع في سفر دانيسك خطير ووزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد تفوق القوات الروسية المجلس الرئاسي الليبي يحذر من أن أي تخاذل في اجتماعات القاهرة ستكون له عواقب على مستقبل إليليا أصعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الأهم الأنباء من العربية أعلن جعفر الصدر مرشح زعيم التيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء في العراق انسحابه من الترشح للمنصب في عقاب موافقة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على استقالات جماعية للتيار الصدري من البرلمان الحلبوسي قال أنه قبل على مضض استقالات الشركاء في الكتلة الصدرية وأنه بدل جهودا كبيرة لإقناع زعيم التيار الصدري مقتد الصدر بالعدول عنها لكن الصدر آثرا يكون مضحيا من أجل العراق وليس سببا معطلا على حد تعبير الحلبوسي مصادر عالمية العراقية أفادت بتأجيل اجتماع للإطار التنسيقي الذي يضم المكونات الشعية كان مقررا أمس إلى اليوم وأرجعت المصادر ذلك بسبب ترقب الأوضاع السياسية مشيرة إلى أن الاجتماع المزمع سيناقش بشكل رئيسي استقالة وبالكتلة الصدرية من البرلمان والخطوة المقبلة زعيم التيار الصدري ينفذ تهديداته ويقدم استقالة نواب الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان الذي وقع بدوره عليها تطور وصفه المراقبون هنا بالخطير باعتباره يمثل نقلة نوعية نحو التصعيد بوجه قوى الإطار التنسيقي التي ترفض وتعوق مشروعه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية فهل كان حلفاء الصدري في التحالف الثلاثي على علم بهذا القرار أعتقد أن قبل السيد الحلبوسي لهذه الاستقالات هو يدخل أيضا من باب تنسيق المواقف والحديث عن الثبات ما بين تحالف السيادة الذي يمثله السيد الحلبوسي والسيد الخميس خنجر وأيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الخصوص تثير هذه الاستقالات النيابية جدلا قانونيا هنا في العراق فهناك من يرى بأن البرلمان لا بد أن يصوت على عملية الاستقالة وهناك من يقول إن موافقة رئيس البرلمان عليها تكفي ولا ضرورة إلى تسويت البرلمان الاستقالة نص عليها القانون رقم 49 لعام 2007 تقدم الاستقالة إلى رئاسة البرلمان تعرض للتسويت مهما كان عدد مقدمي طلب الاستقالة ويتم التسويت بالأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد ولا يؤثر عدد مقدمي طلب الاستقالة على عمل البرلمان إلا إذا تجاوزوا 165 نائب معظم القوى السياسية تتابع بقلق وحذر شديدين قرار الصدر بسحب نوابه من البرلمان أما السيناريوهات المتوقعة بعد خطوة الصدر هذه فتتراوح بين حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة أو مقاطعة الصدريين للعملية السياسية ما يعني عمليا انتقال التصعيد إلى الشارع تترقب الأوساط السياسية والشعبية تداعيات قرار الصدر بسحب نوابه من البرلمان الذي فتح باب الاحتمالات على مصراعيه حول مصير ومستقبل العملية السياسية في العراق برمتها من بغداد منتظر رشيد العربية قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية نسفت جسرا يربط مدينة سفردونسك الأوكرانية التي تشهد حرب شوارع بمدينة أخرى عبر النهر مما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين الرئيس الأوكراني فرادمير جلينسكي وصف الوضع بالخطير في سفردونسك التي أصبحت محور المعركة للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في شوق الهدف التكتيكي الرئيسي للمحتلين لم يتغير إنهم يضغطون في سفردونسك قتال عنيف يدور هناك في كل متر تحديدا إنهم يضغطون أيضا في اتجاه لتشانسك وبخموت وسلوفيانسك وغيرها قال مساعد وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك في مقابلة مع العربية ناسفردونسك لم تسقط بعد في يد الروس وأن المدافعين يتحصلون بالمنطقات الصناعية إلا أنه أكد صعوبة المهمة بسبب تفوق سلاح الجو والمدفعية الروسيين قواتنا تتمركز الآن في المنطقة الصناعية لكن الوضع بالغ الصعوبة بسبب القصف الجوي واستخدام الروس للمدفعية الثقيلة القتال الآن قتال شوارع وكما قال رئيسنا قواتنا تقاتل أحيانا من أجل كسب متر واحد من المدينة وأعرم ساك عنامله في استلام الأسلحة الأمريكية بسرعة مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى المزيد من المدفعية الحديثة من أجل مواجهة الجيش الروسي نتمنى الحصول على الأسلحة بأسرع وقت ممكن لقد تلقينا 150 مدفعية ثقيلة من الولايات المتحدة وفرنسا والتشيك وسلوفاكيا وقواتنا تستخدم هذه الأسلحة بنجاعة كما سنستلم منظومة هايمرس الأمريكية بعيدة المدى على الرغم من أننا سنستلم أربع وحدات فقط لكننا نسعى لتسلمها بسرعة في الحقيقة نحتاج إلى مئة منظومة من أجل الدفاع الأراضينا وترد المعتدين الروس من جهاتي أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع للأسلحة الغربية في منطقة ترناوبل غرب أوكرانية بصواريخ كاليبر وأضافت الوزارة في بيانه الرسمية أن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاثة مقاتلات أوكرانية من طراز سوء 25 في منطقتين خاركيف ودونتسك دمرت صواريخ كاليبر عالية الدقة وبعيدة المدى التي تطلق من البحر مستودعا كبيرا بالقرب من مستوطنة تشورت كيف بمنطقة ترناوبل بها أنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات وقذائف مدفعية تم تقديمها إلى نظام كيف من الولايات المتحدة والدول الأوروبية قال الأمير العام لجامعة الدول العربية أحمد بلغيط إن الدول العربية تتعرض لما وصفها بضغوط من العالم الغربي لرفض التحرك الروسي ضد أوكرانيا وضاف بلغيط في مقابلة صحفية أن هناك موقفا عربيا موحدا بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية مشيرا إلى أنه لا يبدو في الأفق أن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي قريبا وتابع بلغيط قائلا أتمنى أن تنجح الدول العربية بصيانة أمنها وأن لا يؤثر الصراع الروسي الأوكراني على الاستقرار في المنطقة ووسط تفاقم التوترات العالمية واللزمة الأوكرانية أظهر تقرير لمعهد ستوك هولم الدولي لبحث السلام أن عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع في العقد المقبل بعد 35 عاما من التراجع وحذر التقرير من خطر حدوث تصعيد النووي هو الآن في أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة مشيرا إلى أن دولا عدة بين الصين وبريطانيا تقوم إما رسميا أو بشكل غير رسمي بتحديث ترسانتها أو تعزيزها وذكر تقرير معهد ستوك هولم الدولي أن هناك عوامل تضاف لهذه المخاطر مثل برنامج إيران النووي وتطوير صواريخ فرط صوتية بشكل متزايد دعا نايب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي المشاركين في اجتماعات القاهرة إلى تحمل المسؤولية بوطنية عالية ومواقف شجاعة لإنجاز ما ذهبوا لأجله وكذل لا في على ضرورة التوصل إلى اتفاق لمعالجة الإشكال الدستوري لفتح الطريق نحو إنجاز الانتخابات التي ينشدها الليبيون في المقابل أكدت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز أن اجتماعات القاهرة ضرورية لإنهاء حالة الانسداد الراهنة في ليبيا وأنها تشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق وأشارت وليامز إلى وجود مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد قائلة نحن هنا لإيجاد حلول مؤكدة أن إنتاج أي إطار دستوري توفق قيمتين يمهد السبيل أمام تنظيم انتخابات شفافة خلال أقصر إطار زمني ممكن جولة الفرصة الأخيرة هكذا يصف المتابعون الجولة الثالثة والأخيرة لاجتماع المصاري الدستوري الذي يضم وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة والتي تنعقد في القاهرة لمدة أسبوع الاجتماع يأتي بعد توافق الوفدين على ما يقرب من 70% من بنود الإطار الدستوري لتركز هذه الجولة على باقي البنود المتعلقة بشكل الدولة وإجراءات الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح للرئاسة ممثلاء الوفدين أكد رغبتيهما في تجاوز الخلافات للوصول إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الانقسام وأخراج البلاد من هذه المراحل الانتقالية وتحقيق طموح السبع مليون الليبي والأجيال القادمة في الوصول إلى صيغة توافقية تكون دستور من البلاد وإنهاء هذه المراحل والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية إن الشعب الليبي يتطلع إلينا لإيجاد حلول لأزمته فيجب علينا أن نبدل الجهد والوقت في سبيل استكمال حوارنا هذا واستكمال ما أنجزناه في الحوارات السابقة وما حققناه من تقدم المستشارة الأممية ستيفاني ويليونز أكدت من خلال كلمتها على أهمية نجاح هذه الجولة من المفاوضات وضرورة تجاوز الخلافات محذرة من خطورة الفشل مطالبة من وصفتهم بالمعرقلين بالكف عن استخدام السلاح وترويع المدنيين أيضا رسالتي واضحة إلى المعرقلين وأولاك الذين يرقبون في تعطيل هذه الأعمالية مهمة هذه الأعمالية السياسية الدقيقة من خلال استخدام أو كوة يجب أن تتوقفوا يجب أن تدعوا أسلحاتكم جانبا تفى الكلمة إذا نقلنا النقاط الخلافية من الوثيقة الدستورية إلى القوانين يمكن الإبعاد أو إزاحة الوثيقة الدستورية من أن تكون هي المحل للخلاف وأن تنقل النقاط الخلافية إلى داخل القوانين ما بين احتمالات النجاح والفشل يراهن الجميع على رغبة الوفدين في الوصول إلى التوافق المنشود من أجل إنهاء الانقسام في ظل تحذيرات من تلويح البعض باللجوء للعنف على أمل حسم الصراع لصالحه أحمد عثمان العربية القاهرة أهلا بكم من جديد اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الليرياني ميليشيات الحوثي باستغلال الملف الإنساني كمادة للتضليل والابتزاز والمساومة وقال الليرياني في سلسلة تغريدات عبر تويتر إن الحكومة نفذت كافة التزاماتها الواردة في إعلان الهدنة كما أوقفت إطلاق النار وسمحت بوصول سفن الوقود وتشغيل مطار صنع في المقابل أوضح الليرياني أن ميليشيات الحوثي قابلت التزام الحكومة بالهدنة بالمزيد من الخروقات والتنصل من فتح المعابر قال عبدالله السعدي مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة للعربية أن الهدنة مرتبطة بمدى التزام الحوثيين ببنودها بما في ذلك رفع الحصار عن تعز مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي تستغل الغدنة لحشد وترتيب أوضاعها وارتكاب الخروقات واستحداث مواقع عسكرية السعدي أضاف أن المعارق للعملية السياسية وإنهاء الصراع هم الحوثيون وكذا أن هذه الميليشيات تتلقى الدعم العسكري واللوجستيب من إيران وهي ذراع لطهران في المنطقة مسألة هذه الهدنة هي مرتبطة بمدى التزام الحوثيين بتنفيذ بنودها ما في ذلك رفع الحصار عن مدينة تعز كما تعلمون خلال هذه الهدنة الميليشيات الحوثية تستغلها للحشد وترتيب أوضاعها والارتكاب الكثير من الخروقات وأيضا استحداث مواقع عسكرية نحن دائما نؤكد بأن المعارق للعملية السياسية ولأن هذا الصراع هم الحوثيون الحوثيون يرتكبون الكثير من الخروقات لا يلتزمون بتنفيذ التعهدات وللأسف الشديد هم المعارق للعملية السياسية هذه الجماعة تتلقى الدعم العسكري واللوجستي من النظام في إيران وهذه الجماعة هي ذراع إيران في اليمن وفي المنطقة أكدت مصادر أمنية تعمل في وزارة الداخلية تابعة لميليشيات الحوثي أن الميليشيات منحت الجنسية اليمنية لعدد كبير من الشخصيات الأجنبية خلال الفترة الماضية في عملية تتم وسط تكتم وسرية تامة وأشارت المصادر إلى أن الشخصيات التي يتم منحها الجنسية اليمنية تتوزع بين خبراء إيرانيين وعراقيين ولبنانيين تابعين لحزب الله ونقل موقع نيوز يمن عن مصادر قولها إن وزير الداخلية في حكومة الحوثيين عبد الكريم الحوثي هو من أصدر أوامر منح الجنسية وتشير إحصاءات عن منح الجنسية لأكثر من أربعمائة شخص حتى الآن المحر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبيب كخافي لاحتمالية وقوع حرب مع لبنان وهدد كخافي بقصف مدمر وواسع إذا وقعت هذه الحرب مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيعطي تحذيرا مسبقا لسكان الحدود اللبنانية للمغادرة قبل اندلاعها وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن التوتر القادم مع لبنان سيشهد قصفا غير مسبوقة يأتي ذلك بعد أن نقلت صحيفة تليغراف عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الغرب سيستيقظ على تهديد عندما تصبح إيران قوة نووية وأكد المسؤولون أن تحرك الدول الغربية الآن ضد إيران سيمنعها من امتلاك سلاح نووي وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن دبلوماسيين الغربيين بدأوا بالفعل بالتخلي عن الأمل في أحياء الاتفاق النووي الإيراني لأنهم يدركون أن النظام يبني سرا قبلة النووية على حد قولهم وفي إيران أعلن الحرس الثوري مقتلى علي كماني عضو وحدة الجو فضائية فيما قال إنه كان حادثا مروريا أثناء قيامه بمهمة هذا ولم يوضح الحرس الثوري طبيعة المهمة التي كان يقوم بها كماني يذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت مقتلى عرصرين تابعين للحرس الثوري وعلى الرغم من القمع والاتقالات تسمر الاحتجاجات المعيشية في إيران ومن أكثر المحتجين إصرارا على مطالبهم المتقاعدون وأصحاب المعاشات الذين وبحسب الفيديوهات هتفوا في مدينة بندن عباس جنوب إيران الموت للحكومة الفاشلة وفي كرمان شاه استهدف المحتجون الرئيس الإيراني بشكل مباشر تحت شعار الموت لرئيسه موسيقى 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 مشهد يمتد به الزمن في شوارع إيران حيث صرخات الفقراء تقابلها محاولات أمنية للتكميم وفي كل مرة ينهك التعب تلك الأصوات فتخبو لتعيد أحياءها قرصات الجوع تقارير محلية نقلت أن فئة التجار في محافظات إيرانية بما فيها العاصمة طهران انضمت إلى الاحتجاجات المعاشية التي يقودها المتقاعدون وبالتزامن احتج آخرون أمام كهرباء طهران بارس مرددين هدفات مثل الماء والكهرباء والحياة حقنا غير القابل للتصرف احتجاجات التجار الإيرانيين تأتي إثر زيادة التي توصف بالهائلة للضرائب التي فرضها النظام على القطاع الخاص مؤخرا إضافة إلى مواصلة الارتفاع بسعر الدولار ليخسر الريال الإيراني 25% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس الماضي وتتسع مع تلك الأرقام أعداد فقراء إيران البالغي عدد سكانها 80 مليون نسمة نصفهم تحت خط الفقر بحسب تقرير إيرانية يقول المحتجون أنه كان من المقرر زيادة رواتب سائر الفئات باستثناء من يتقادون الحد الأدنى للأجور بنسبة 38% لكن هذا القانون رفض ووفقا للأخبار المنشورة سيتم إضافة 10% فقط إلى الرواتب ولم يفسر المسؤولون الإيرانيون سبب انخفاض قيمة العملة السريع كما لم يبرر عدم رفع الرواتب على الرغم من صادرات البلاد على حد قول المراقبين فعاد المحتجون للشوارع رافضين تصرف بأموالهم في مغامرات خارجية في العراق ولبنان وسوريا وغزة بحسب قولهم من قبل مسؤولين يتهمهم المحتجون بالفساد فيقابلهم قمع عناصر الأمن كما حدث أمام مقر منظمة البرنامج والميزانية بضرب المحتجين واعتقال عدد منهم حنان المصري العربية في أسبانيا تتعرض البلاد لكتلة هواء ساخن قادمة من شمال إفريقيا مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في معض المناطق وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أكثر المناطق سخونة ستكون في وسط وجنوب غرب أسبانيا وسط توقعات بسمرار موجة الحر حتى الأربعاء المقبل على الأقل مصر تشهد أيضا موجة حر شديدة قاربة الخمسين لأول مرة هذا العام وسط مخاوف من تزايد درجات الحرارة هذا الصيف بسبب التغيرات المناخية والتلوث شوارع القاهرة بدت شبه خالية بسبب ذروة الارتفاع في درجات الحرارة التي تجاوزت الأربعين ووصلت في بعض الأماكن إلى خمسين درجة لأول مرة في هذا العام حرارة غير معهودة تشهدها مصر بعد شتاء قارس البرودة هذا العام توسع العمراني أعتبر رأسي حتى التكنولوجيا المباني اختلفت بقت كلها خرصانات وكميات من الحديد بدأنا نعتمد في الأونة الأخيرة طبعا مع التغيرات المناخية التي حصلت على أجهزة التكييف بشكل كبير جدا يضاف لذلك طبعا نسبة الملوثات الموجودة في الغلاف الجوي ازدادت نسبتها وهو ما يطلق عليه مؤخرا زهرة الاحتباس الحراري تحذيرات الأرصاد الجوية بتجنب أشعة الشمس وبشرب السوائل وبارتداء الملابس القطنية التزم بها المواطنون التي اضطرتهم الظروف للخروج في هذا التقس الحار أغلتني أجلتها كثير أساسا الواحد ما كانش متحمل حتى ييمل أي حاجة في البيت أعقلم نفسي حسب مناخي لأنه هو درقة المناخ بقى هو ده الموجود معاناة المواطنين في هذا التقس تتضاعف بسبب عدم وجود مكيفات في الكثير من وسائل المواصلات وأماكن العمل بل وبالمنازل فضلا عن ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تحد من استخدام المكيفات بإننا ما فيش تكيف حنا مشغلين مراوح بس يكن على خازات الأسعار هنعمل إيه طيح اللي علي موتوا بنقدر نشغل بس يعني إحنا نايمين يعني عند الحاجة الضوية قوي ما فيش لزوم إنه نشغل وإحنا عاديين مثلا ممكن أن تبدع الهوى والبلكونة عاديا وكما هي عادة المصريين انتشرت السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي من حالة التقس وإلى الحنين لبرد الشتاء درجات الحرارة تجاوزت الأربعين وقاربت على الخمسين درجة ونحن ما زلنا في شهر الربيع فالصيف يبدأ رسميا في الحادي والعشرين من شهر يونيو وهو ما ينظر بصيف شديد الحرارة ستشهده البلاد تصل ذروته في يوليو وأغسطس رند أبو العزم العربية القاهرة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد في تونس خصصت ثالث جلسات الحوار الوطني بمقر دار الضيافة بقرطاج لاستماع اللجنة الاستشارية لشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبرلمج الاقتصادي للحكومة ثالث جلسات الحوار الوطني بمشاركة ممثلين عن الحكومة خصصت لمناقشة الإصلاحات الحكومية الاقتصادية والوثيقة التي قدمت لسندوق النقد الدولي قبل التفاوض معه على قرض بقيمة أربعة مليار دولار لتموين ميزانية الدولة التقييم هذا العمل من ناحية الاستراتيجية في علاقة بالدستور يعني سؤال مفصلي هل نحن الآن نستطيع أن ننطلق من هذه اللحظة في رؤية استراتيجية أم علينا على سبيل المثال أن نقسمها على عشريات باعتبار أن رؤية الحكومة هذه هي رؤية حتى سنة 2035 رؤية ستحاول أطراف الحوار ترجمتها وإقرارها في الدستور الجديد للبلاد حتى يكون صالحا لعشرات السنين القادمة جلسة ثالثة للحوار الوطني تنفتح على الطرف الحكومي لتباحث حول أهم الإصلاحات الاقتصادية الموجهة للداخل والخارج هذه الجلسة عدها المراقبون استباقا وتمهيدا لإمكانية التفاوض مع اتحاد الشغل قصد إلغاء إضراب وانتظر في القطاع العام والوظيفة العمومية ورغم غيابه عن جلسات الحوار يبقى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للإصلاحات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي مهما أمر تعمل أطراف عدة على جعله إيجابيا قبل الإضراب العام المرتقب ننتظر أن يقرأ الطرفين الحكومة والاتحاد المصلحة العليا البلاد وأن ننقى بالتحاركات النقبية والاجتماعية المشروعة عن هذه اللحظة السياسية المتشابكة التي أصبح فيها أكثر من طرف الآن يبحث عن إضراب الاتحاد ليسجل أرقام سياسية ضد السلطة وتسابق أطراف الحوار الزمن لمحاولة بلورة تصوراتها للملفات الاقتصادية والاجتماعية قبل تقديمها للرئيس سعيد في العشرين من الشهر الحالي ولد عبدالله العربية تونس في شرق آسيا يبدو أن توتر لامس مصطويات لم يصل إليها من قبل الصيد تهدد بالقتال بكل قواتها إذا ما حاولت تايوان فرض الأمر الواقع بشكل نهائي وإعلان الانفصال تقول الصين أن هذه المحاولات هي أوهام ويجب التخلي عنها وعلى الولايات المتحدة أيضا التوقف عن اختطاف تايوان أريد أن أوضح لمن يسعون إلى استقلال تايوان ومن يقفون وراءها وأن السعي وراء استقلال تايوان سيصل إلى طريق مسدود أوقفوا هذا الوهم أن طلب الدعم الأجنبي لن ينجح أبدا ولا ينبغي أبدا التفكير فيه يتوقع أن يحتفظت حالف الرئيس ملويل مكرون بغالبية المقاعد في الجماعية الوطنية الفرنسية لكن استطلاعا لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أظهر أن فوز الرئيس ملويل مكرون بالغالبية البرلمانية المطلقة ليس مضمونا وذلك بعد أن قدم تحالف يساري جديد أداء قوي في الجولة الأولى من الانتخابات وسيتعين انتظار الدورة الثانية الأحد المقبل لمعرفة ما إذا كان أمير وإن مكرون سيتمكن من الاحتفاظ بالغالبية المطلقة الضرورية لتطبيق سياساته الإصلاحية بحرية تواجه الولايات المتحدة إضافة إلى تحدياتها الداخلية المتمثلة بالتضخم وارتفاع أسعار الوقود أزمة أخرى زاحفة عبر حدودها الجنوبية عنوانها موجة جديدة من الجاري المكسيكي ودوما في ظل غياب الجدار الذي وعد رئيس السابق دونالد ترامب بتشيده ومن مال المهاجرين أقدامهم تتصارع والطريق يبدو واسعا بما يكفي بعدما داقت فيهم بلدانهم فهذا يوم آخر من قوافل الهجرة التي انطلقت من جنوب المكسيك متوجهة إلى الولايات المتحدة بحثا عن ملاذ آمن وحياة كريمة حاملة الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من أمريكا الوسطى وفنزويلا في رحلة تبعد أكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر لكن الرحلة شاقة فالولايات المتحدة تقود جهود منع طالب اللجوء من الوصول إلى حدودها الجنوبية مليار وتسعمائة مليون دولار خصصتها إدارة بايدن لدول أمريكا الوسطى الأسبوع الماضي وصفة ذلك بمحاولة لوقف الهجرة من المنطقة وتهدف الأموال إلى ما يسمى بتعزيز فرص العمل للأشخاص اللي يتمكنوا من البقاء في بلدانهم الأصلية لكن يخشى العديد أن المساعدات هذه نادرا ما تستخدم لتحسين الظروف المعيشية بل تغذي الفساد الحكومي ولعسكرة الحدود وبالعودة إلى حدود الولايات المتحدة ما زالت صور فصل الأطفال عن ذويهم حية في ذاكرة ما يعرف بدولة المهاجرين حين فصلت إدارة ترامب ما لا يقل عن 5500 طفل عن البالغين على طول الحدود بين عامي 2017 و2018 ليأتي توقيع الرئيس بايدن لثلاثة أوامر تنفيذية تسعى إلى لم شمل العائلات المهاجرة التي انقسمت بسبب السياسة عهد ترامب كما أمر بمراجعة أجندة الهجرة الأوسع لسلفه ولكن على الرغم من التحسينات الظاهرة في ملف الهجرة في عهد بايدن يخشى العديد من ارتباط استمرار أزمة اللجوء بسياسات أمريكا الخارجية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية والتدخل السياسي في أمريكا اللاتينية بعد أن أغلقت فروعها بشكل كلي في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في الأراضي الأوكرانية أعادت موسكو فتح سلسلة مطاعم الواجبات السريعة ماكدونالدس تحت مسمى جديد يدعى لذيذ وبس العربية تدخل أول فرع افتتح في السلسلة الجديدة للمطاعم ولذي كان أول فرع لماكدونالدس في روسيا عام تسعين فكوسنا إيتوتشكا مزيج من شطيرة البرغر الطازجة والبطاطا المقلية الشهية تلك هي العلامة التجارية الجديدة لأشهر مطاعم الواجبات السريعة في روسيا كانت فيما مضى ماكدونالدس وصارت اليوم لذيذ وبس بعد انسحاب الشركة الأم من السوق الروسية على خلفية الأزمة الأوكرانية كل المعايير والتقنيات بقيت كما كانت عليه حيث يتم التخلص من البطاطا المقلية في حال مر الوقت المخصص لها يجب أن نضيف جبنة الشدر ومن ثم قطعة اللحم بعد ذلك نلوفها بالطريقة الصحيحة تفضل خمسة عشر فرعا تم افتتاحها في اليوم الأول بموسكو وضواحيها تزامنا مع العيد الوطني للبلاد خمسون فرعا آخر على لائحة الانتظار في اليوم التالي ليكون هناك مئتا فرعا ستتدرج في الظهور مع نهاية الشهر الجاري حافظنا على جميع أماكن العمل ونحن ساعدون بإعادة الانطلاق من جديد ننتظر بكل سعادة عودة جميع عمالنا لنتمكن من خدمة زبائننا زوار مطاعم الوجبات السريعة كان لهم رأيهم الخاص بمطاعم فكوسنا إيطوشكا الجديدة كل شيء هنا كما كان سابقا لذيذ للغاية كل شيء بقي كما كان لذيذا ولم ألاحظ أي تغيير عن الماكنولات ورغم تشابه قائمة الطعام بما كانت عليه سابقا إلا أن بعض الشطائر كتلك التي تشبه البيجماك لن تشاهد في قائمة المأكولات حتى إشعار آخر تغيير العلامة التجارية والمالك لم يغير شكل وطعم الفطائر كما يتحدث زوار المكان خاصة أن مزودي المواد الغذائية ما زالهم أنفسهم بنسبة 95% عبدالجواد الرشد العربية موسكو